المحلية والعالمية المحلية والعالمية المحلية والعالمية بعد الفوز على قائزة ريتشيفز بنتيجة 3-0 زي النهاردة من سنتين القالي كان بيحتفل بالبطولة العشرة في البطولة دي وفي الفاينال ده محمد مجد أفشا خد أفضل لاعب للعام التاني على التوالي في المباراة النهائية وكان مان اوف زاماتش ودي كانت البطولة العشرة الناس تقولك التسعة ما خدتش حقها لا العشرة خدت حقها الحداشر ما خدتش حقها في الاحتفالات كلها بطولات الحمد لله من نصيب القالي في السنوات الأخيرة أيضا سبورت الـ 68 مصرية ثلاث مساهمات تهديفية لأليو ديانج في آخر مباراتين مع الأهلي هدفين أو اتنين أسست مع الزمالك وهدف في المقاولين العرب تطور هجومي لدبابة المالية كلنا نتذكر طبعا أن أليو ديانج عمل تمريرة لمحمد شريف أحرص بيها الهدف الرابع وكمان كان ليه دور كبير جدا في أحد الأهداف اللذوق يعني أحرزت في مباراة القمة ومباراة أحرز هدف مميز جدا بعد تمريرة رائعة من أحمد نبيل كوكا يعني تقلق رائع لأليو ديانج في المراحل الأخيرة من الدور طيب حساب المهاجم البرازيلي مهاجم توتنهام ريتشيردسون نشر صور على الانستجرام باحتفال طاهر محمد طاهر اللي احتفل به في الهدف اللي احرزه في مرمى المقاولين العرب ده احتفال ريتشيردسون وعلى طريقته طاهر محمد طاهر قدر يعمل نفس الاحتفالية في مباراة المقاولين طاهر هو أيقونة الاحتفالات في الأهلي يعني دايماً بيبقى ليه كده احتفال مميز بس بصراحة في لقطة الاحتفال دي اللي مسلها بشكل رائع كان برسي تاو جاي من بعيد بعد طاهر وقهرامة وبيرسم رسمة الاحتفال يمكن افضل من ريتشيردسون يعني ريتشيردسون لو شاف صورة او شاف فيدجو تاو كان نشرها عن صورة طاهر محمد طاهر طيب حساب يلا كورة مصدر يلا كور الاهل يطلب الساعة الكاملة للجماهير امام حرس الحدود ماتش الاحتفالية ماتش التتويج ماتش تسليم درع الدوري نتمنى يا رب يكون فيه يعني شكل حلو جداً نقدر نختم به الدوري العام ويكون فيه تسليم الدرع لمناج الاهل اخر حاجة في الترند الآلي كورة بلاس تفاصيل اصابة الشناو وموقفه من مباراة حرس الحدود الكلام المبدأ انه شد خفيف في العضلة الامامية ولكن ننتظر خلال الساعات القادمة الموقف الرسمي بخصوص محمد الشناو وانكنت اعتقد طبعاً انه هيكون فيه راحة سلبية حتى نهاية الموسم بالنسبة للشناو السؤال التي طرحناه في بداية الحلقة يعني استاذ عسان فرحات بيقول الفريل اللاعب مطش المولين تشعر هو نفس الفريل اللاعب مطش الزمالج في الأداء والدوافع رغم اختلاف أسماء معظم اللاعبين ده شغل مدرب نجح بامتياز مع مرتبة الشرف في خناع اللاعبين أنفسهم انه مفيش لعب أساسي ولعب احتياطي رجل المطش مستقبل الأهل كوكا تحياتي لحضرتك يا ملك الحصريات شكراً لك يا أستاذ عسام الزعيم الأسواني أداء ممتع وأكثر من رائع في ختام الموسم وأكثر اللاعبة من الدقة صراحة مجهود رائع من مستر كولر وجهازه المعاون أفضل لعب في المباراة هو كوكا كمان كريستو عمل أداء جيد وقابل للزيادة آخر تعليق معايا أستاذ صلاح بيقول أداء رائع جداً وجهود كبير جداً من كولر للوصول لهذا العداء أما عن النتيجة فهو حول من باقة الآهل السلسيات إلى باقة الآهل ربعيات من بعد مطش الزمالك والآهل حول باقته يعني على رأيه من السلسيات إلى الربعيات في الختام بشكر حضركم على حسن المتابعة والمشاهدة حلقة كانت دسمة فيها تفاصيل وكواليس كتيرة جداً ولكن إن شاء الله غداً